بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الدنس الضابع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد قال الشيخ رحمه الله باب قول الله تعالى حتى إذا كزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير أي بيان تفسير هذه الآية وما جاء بمعناها من الأحاديث الصحيح لأن القرآن العظيم يفسر بالقرآن فإذا لم يوجد في القرآن تفسير يفسر بالسنة ثابتها للرسول صلى الله عليه وسلم وهذه الآية جاء تفسيرها في السنة حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني الملائكة يعني الملائكة إذا سمعت كلام الرب سبحانه وتعالى فإن لهم يصيبهم فزع يصيبهم فزع وخوف من الله جل وعلا لأن كلامه عظيم لأن كلام الله ترعب له السماوات ولو أنزل الله القرآن على جبل ما رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله كلام الله له هيبة له عظمه جلال لأنه كلام الله جل وعلا فإذا تكلم الله بالوحي كلا وعلا أخذت السماوات منه رعدة شديدة السماوات وهي جماعة فإذا سمع ذلك الملائكة صعبوا يعني أصابهم غشي فخروا لله سجدا تعظيما لله سبحانه وتعالى وهيبة من كلامه وخوفا من غضب هذا كلام الله الذي هو بين أيدينا الآن ولا نحرك ساكنا إذا سمعنا أو قرأنا لا يحرك منا ساكنا لقسوة قلوبنا ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا لقسوة القلوب وإلا لو كانت القلوب حية لأصابها الخوف والإجلال والتعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن وقسوة قلوب وأكل الحرار قسوة القلوب والغفل عن ذكر الله والاشتغال بالقيل والقال والضحك المزع يقسو القلوب فإذا سمعت كلام الله لا تتأكد ولا حول ولا قوة إلا بالله ملائكة أي السماوات على عظمها ترعد من كلام الله الملائكة تصعب تحر ساجد أهل الله خوفا من الله عند سماع كلامه ثم يتساءلون إذا ذهب عنهم الفزع يتساءلون ماذا قال ربهم يسألون جبريل عليه السلام أمين الوحي يسألونه ماذا قال ربنا فيقول جبريل قال الحق فيقولون كلهم قالوا الحق وهو العذي الكبير فهذا فيه عظمة كلام الله جل وعلا ووجه للملائكة والسماوات مخلوقات العلوية نعم هذا إذا قال عن رجل من أصحاب النبي فلط لا يحتاج إلى بحث لأن الصحابة عدود كلهم الجهالة باسم الراوي لا تضر إنما المجهول إذا كان من غير الصحابة يفهدوا عنهم وأما المجهول من الصحابة لا حاجة إلى البحث عنهم لأنهم كلهم عدود الله عدلهم سبحانه ومدحهم وأثنى عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم مدحهم وأثنى عليهم نعم أنهم زيلما هون كل الليلة ما رسول الله يسنى الله عز وجل للرومية بنجل فالسنى وقال رومية بنجل سهاف رجم الشهر التي ترجم بها السياطين الذين يحاولون استراق استراق السن يرجمون بالشهر كما قال سبحانه وتعالى إن زيّلنا السماء الدنيا بمصابيحا ولقد زيّلنا السماء الدنيا بمصابيحا وجعلناها رجوما للشياطين قال تعالى إن زيّلنا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارك لا يستمعون من الملأة الأعلى أي الملائكة ويقذبون من كل جانب جحورا ولهم عذاب واصف إلا من خطف الخطة فأتبعه شهاب كاف هذا الرمي الشهر من السماء هذا سببه رجوم للشياطين نعم فَقَالَ مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ إِذَا رُمِيَ بِيْثِنَا يعني في الجاهلية لأن رمي الشهر متكدل وهو في الجاهلية هكثر وكانوا في الجاهلية أعتقدون باعتقاد سيّا يقولون إذا رمي بالشهاب إما أنه سيموت عظيم أو يولد عظيم هذا ظنهم الرسل يقولون مثل إذا كسفت الشمس أو القبر يقولون هذا لولادة عظيم أو لموت عظيم هكذا يعتقدون الجاهلية فبين صلى الله عليه وسلم كذب هذا الزعم وأنه غير صحيح وأن هذه الشعوب ليست لولادة أحد أو موت أحد وإنما هي لأمر أعظم من ذلك نعم قالوا كنا لأولو لذا الليلة عظيم أو ما تعظيم هذا من الجاهلية نعم فقال إنا لأبتم خيرا بأحد ولا لخلاف يصحح اعتقادهم يصحح الرسول صلى الله عليه وسلم اعتقادهم وهذا فيه تعليم الجهال في المناسبات تعليم الجهال ولا فيما في المناسبات مثل هذا نعم إذا قضى أمرا سبحانه وتعالى من الأمور التي ستحدث في هذا الكون نعم وقضى وقدر أن كل شيء يحدث في هذا الكون أنه بقضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى لا يكون في هذا الكون إلا ما شاءه الله وأراده وقضاه وقدر نعم هذا فيه بات القدر نعم نعم إذا سمعوا كلام الله فإنهم يسبحون يعني ينزهون الله جل وعلا عن النقص والعيب ويشتغلون بالذكر نعم 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 قال فيه أن السماوات معمورة في الملائكة كل سماء لها ملائكة خاصون يسكنون السماوات السبع الملائكة عمار السماوات من عبادة والسبيق والتهليم ومنهم حملة العرش نعم فيقول الذين ينون حملة العرش ماذا قال ربهم نعم هذا فيه بات حملة العرش وهم من الملائكة وهم أربعة ملائكة ولا يعلم عظم خلقتهم إلا الله سبحانه وتعالى ثم في يوم القيامة عند قيام الساعة يضاعف العدد فيكونون ثمانيا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيا زاد عددهم فالضعف والنصر للهول الذي يحصر نعم فيصبرونه ما تأخذ نعم فيستقلوا أبنى السماعة العرض وعلى الله نعم يسأل بعضهم بعضا ما الذي قضاه الله وما الذي قال الله جل وعلا نعم نعم في السماء الدنيا التي تلعي الأرض يتتلمون الشياطين تسترق السمع تركفع في العنان يعني في السحاب في الجو يركب بعضهم بعضا حتى يصيون إلى الجو إلى خرب السماء ليستمعوا ماذا تقول الملائكة نعم يرمون في الشهر ولا يدركون ما أرادوا إلا في بعض الأحيان قد يخطف الشيطان كلمة من كلام الملائكة كلمة واحدة ثم يلقيها إلى وليه من بني آدب من الكهنة الكهان لأن الكهان يأخذون عن الشياطين هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفات أذيب يلقون السمع وأكثرهم كاذبون فإذا حصل الشيطان على هذه الكلمة ألقاها إلى الكاهن من بني آدم ثم الكاهن يكذب معها مئة كذب ويحدد بها يصدقه الناس في كل ما قال من الكذب بسبب الكلمة التي سمعها الشيطان من كلام الملائكة نعم فما جاءوا بني على وجه سيطان والخطة نعم يصدق في كلمة واحدة ويكذب في مئة نعم وَلَا بِنَّهُمْ يَطْرِحُونَ وَيَزِيدُونَ فَوَاوُّ بُسْلِهُمَّ وَالْسَلْمِذِينَ وَالْنَسَائِنَ لكن الكاهنة يزيدون كما جاء من الحديث أنه يكذب مع الكلمة الواحدة مئة كذبة ويحدد بها الناس ويصدقونه بسبب كلمة واحدة ويقبلون منه تسع تسعين من الكذب نعم في هذا قال ينقون السمى وأكشرهم وأكشرهم كاذبون نعم فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين للصحابة ولغيرهم من الوسلمين إلى أن تقوم السع بين لهم سبب ربي الشور وأنه ليس كما تقوله الجاهلية أنه لموت عظيم أو لولادة عظيم أو لولادة عظيم وإنما هو بسبب استراط الشياطين أو محاولة استراط الشياطين للسمع وأنهم يرمون بهذه الشهر هذا ما يدل عليه هذا الحديث وفيه أيضا في هذا الحديث إثبات علو الله سبحانه وتعالى فوق مخلوقات على عرشه وفيه وفيه أن السماوات معمورة بالملائكة كل سما فإنها مملوئة بالعمار من الملائكة الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى وينتدلون ما يأمرهم به وفيه إثبات القضاء والقدر نعم وفيه تفسير الآية حتى إذا فزع عن كل هذا كما يأتي بهديث النواس كما يأتي بهديث النواس نعم قال رسول الله رسول الله عليه وسلم إذا أراد الله عن المرحي بالعمر فجلع من المرحي على في السماوات ورجب وقال جوز سبيب صوتا من الله عز وجل إذا تكلم إذا أراد الله هذا فيه إثبات الإرادة لله إذا أراد الله أن يتكلم هذا فيه إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة شديدة السماوات وهجمات ترتجف وترعد من خشية الله سبحانه وتعالى وتعظيم كلامه جل وعلا نعم نعم وإذا سنعلا يجعر الوحس سماوات صور أو قرر منه سجد صعق يعني أصاب من غشا من هيبة الله جل وعلا وجلاله كما بقوله تعالى خر موسى صعقا لما تجل الله للجبل والذك الجبل خر موسى على الأرض صعقا أصابه الغشي من شدة الهول والخوف من الله سبحانه وتعالى فلما أفاق يعني أفاق من الصعق قال سبحانه كذلك الملائكة إذا فزع عن قلوبهم يعني إذا أزيل الفتح الذي أصابه من قلوبهم أخذ يسألون جبريل نعم لأنه أمين أمين الوحي هو السفير بين الله وبين خلقه وبين رسله للوحي هو أشرف الملائكة عليه الصلاة والسلام سماه الله أمينا نزل بروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فالجبريل موكل بالوحي هذا يدل على شرفه وفضله عليه الصلاة والسلام نعم ذات الكلام لله عز وجل يكلم جبريل عليه الصلاة والسلام يكلمه بالوحي الذي يحييه إلى أحد أنبيائه نعم ثم يخرج الراقل على الملائكة كلما يمر بسماء ساله ملائكة وها ما لا فعلى ربنا يجبع أنا فيه فيه استمام الملائكة بكلام الله عز وجل وفيه فضل جبريل وأنه هو الذي يحمل الوحي تصف ذلك من بين الملائكة حتى إن الملائكة يسألون نعم سؤال متعلم من العالم نعم فيقول قال الله هو العلي الجبير فيقول جبريل إذا قالوا له ماذا قال ربنا يجيبهم ويقول قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل أن فيه إثبات الكلام لله سبحانه وأن كلامه حق لا يعتريه الباطل كما قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يجيه ولا من خلقه تنزيل من حتيب حميد نعم فيقولون مثل ما قال المعلي قال الحق هو العلي الكبير هذا تفسير الآية فإذا غزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق أي قالوا قال الله الحق نعم 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 كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله صدقا لما بين يجبريل ما هو من كلام جبريل من كلام الله بلحانه وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله والجبريل ومساء فإن الله عدو للكافرين هذا ما قالوا من كلام جبريل وفيه من قوائب الضالة المنحرفة من يقول بقول اليهود ويقولون إن جبريل خان جبريل خان رسالة لعلي ولكن جبريل صرفها لمحمد يقولون خان الأمين قبحهم الله لأنهم هم منحدرون من اليهود وهذه مقالة اليهود تماما نعم كذلك هذا الباب في تفسير قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا أضغطه يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشيقه فالسير هذه الآية جاء في السنة أن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يقضر الأرض ويقضر السماوات بيدينه سبحانه وتعالى يقضر السماوات بيمينه ويقضر الأرض بشماله وكلا يجريه بيمين سبحانه وتعالى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ويكرروا أنا فلا يجيب أحد كما في قوله تعالى لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد ثم يجيب نفسه فيقول لله الواحد القهار ولا أحد يعترض على هذا لا أحد يعترض على هذا كل مقر لأن الملك لله سبحانه وتعالى وهذا توحيد ربوبية مقرة به جميع الأمام أن الملك لله ولكنهم يعبدون معه غيره يزعمون أن هؤلاء شفعاء ووسائق عند الله سبحانه وتعالى وإلا فهم يعرفون أن هذه المعبودات ليس لها من الملك شيء وأن الملك لله عز وجل نعم 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 هذا تفسير الآية أن الله يقضب الأرض ويقضب السماوات بيديه سبحانه وتعالى هذا الدليل على عظم في الله جل وعلا وأن هذه المخلوقات حقيرة بالنسبة لله عز وجل ولهذا قال وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْهِ أي ما عظموه حق تعظيمه حيث إنهم كذبوا رسله وَأَشْرَكُوا بِاللَّهَ عَزَّ وَجَلْ وَالْمَعْتَزِلَةَ وَالْأَشَاعِرَةَ وأن من عظمته أنه يطوي هذه المخلوقات يوم القيامة ويقضبها يقضبها بيديه مع سعتها ومع ضخامتها السماوات والأرض السماوات السبع والأراضين السبع وما في الأرض من المخلوقات الجبال والمياه والبحار والأشجار كلها يقدرها الله جل وعلا بيديه وعلى أصابعه سبحانه وتعالى كما جاء بالحديث نعم ولكن عزيزي الله رضي الله عنه وبيع الرسول لله صلى الله عليه وسلم وعلى أصابعه إن الله يأتيه يوم السيامة الأرضين وتسمو السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك يقول أنا الملك لمن الملك اليوم أين الجبارون أين المتكبرون الدنيا فيها جبابرة ومتكبرون عن طاعة الله عز وجل جبابرة يستعملون الجباروتهم على الناس ويظلمون الناس ويتسلطون على العباد لكن في الآخرة إلى قامة القيامة ذهب سلطانهم وذهب ملكهم ولم يبقى الملك إلا لله الواحد القحار سبحانه وتعالى نعم فهذا فيه إثبات أن من أسماء الله جل وعلا الملك من أسماء الملك القدوس السلام من أسمائه الملك وهو الملك الحقيقي أما غيره من الملوك ملكهم منحة من الله جل وعلا عطية من الله وإلا فالملك لله وللهما مالك الملك شد الملك من تشاء تنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء تذل من تشاء يدك الخير إنك على كل شيء قد فملوك الدنيا من أولهم إلى آخرهم إنما ملكهم من الله جل وعلا ليس ملكهم بسبب قوتهم أو بسبب مكانتهم وإنما هو ابتلى وامتحان من الله سبحانه يبتليهم ويبتلي بهم يبتليهم بإعطائهم الملك ويبتلي بهم الناس لتسليطهم عليهم على رقابهم ويبتليهم على إلتلا وانتحان نعم وفي رواية العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرع آلين آل سلسلهم عن المبارد وما قدر الله أفق قدره وما أفق قدره وما أفق جميعا فاورته يوم انتحانا والسلوات ما قلنا سبقى سبقانه وتعالى عما يفقون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وكذا بأني يقلقنا ويؤمن بها ويذكر ممجد رب ربك على الجفاة على المتكتل على العزيز على الجرش فأجب رب الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم من ذلك حتى قلنا ليعجب أبنم فهو آم رحمته نعم الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لهم فسر لهم عليه الآية على المنبر إن الله سبحانه يقضر السماوات والأرض بيدين ثم يقول أنا الملك أين ملوك الدنيا أين الجبارون أين المتكبرون ثم إنه جل وعلا يعظم نفسه بأسمائه وصفاته ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حتى إن المنبر وهو جماد اهتز من هيبة الله عز وجل وجلاله وعظمه الجمادات فيها إدراك فيها إدراك تعرف ربها كما قال سبحانه وإني شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفترون تسبحه إنه كان حليما غفورا كل المخلوقات تسبح الله بلغتها التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى تمجد الله عز وجل المنبر اهتز من هيبة الله وعظمة الله كما أنه صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يخطب على جدع نخله يستندل أو يجعل يضع يده على جدع نخله ويخطب ثم لما تنع له المنبر ترك الجدع وصعد على المنبر وصار يخطب الناس فالجدع حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى مثل ما يبكي الصبي وسمع الصحابة صوت الجدع حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه فجعل يئن كأنين الطفل هذا إدراك من الجمادات لها إدراك وقد يظهر الله لعباده شيئا من ذلك للاعتبار والعظة للاعتبار والعظة للاعتبار والعظة نعم نعم أن الرسول يقدر بيوضح بالصحابة القضل القضل يوضح الفعل ليس يوضح يد الله جل وعلا أنه لا يشبه لأنه لا يشبهه شيء وإنما يوضح لهم كيفية القضل أنه قضل حقيقي هذا فيه هذا فيه رد على ليقولون بالمجال يبين لهم أنه قضل حقيقي يقضل بيده ويفتح يديه هذا توظيم وليس معناه تشبيه يدي الرسول صلى الله عليه وسلم بيد الله كما قال صلى الله عليه وسلم لكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البذل فهو تشبيه للقمر بالله عز وجل وإنما هو تشبيه لرؤية الله لرؤية القمر توضيع فذلك هنا يقضل يديه في رواية بالعمق ليبين لهم أن القضل حقيقي وليس مجاجا نعم حسنا 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 هذا من المنبر أصابه ما أصابه من الهيبة لله عز وجل وهو جمال نعم نعم الرسول صلى الله عليه وسلم عرض على بني كميم البشرة ولكنهم استعجلوا وقالوا أعطنا ما استقلوا ما هي هذه البشرة وإنما هم همهم الدنيا فقالوا أبشرتنا فأعطنا كان الإنسان عجولا فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لأهل اليمن اقبلوا البشرة إذا لم يقبلها فنشبه قالوا قبلنا نعم لا فائد فائد الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر المترى أنني سمين قالوا خذ مجدوا سلاما عقنا قالوا خذ المترى أنني لمن قالوا خذ قبلنا فأكرنا عنهم ولماذا لا نعم لأنتمين ما قالوا قبلنا ولكنهم قالوا أعطنا طلبوا العطاء فهم ظنوا أن البشرة أمر دنيا أنه أمر دنيا وأنه بشرهم بشيء من الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هذا قصده لذلك أهل اليمن صاروا أحسن أدبا من بني تمين فقالوا قبلنا يا رسول الله نعم نعم قال قالوا قبل البشرة قالوا خذ قلنا فأكرنا أن أولنا على الوقت عن أول هذا الخلق يعني أول هذا الخلق خلقوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين بداية هذا الخلق الخلق لا شك أنه حادث وأن له بداية لا شك في هذا أما الخلق جل وعلا فإنه ليس له بداية ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء هو الأول والآخر والضائر والباطل الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطل الذي ليس دونه شيء ما يحجبه سبحانه وتعالى شيء من الأشياء هذا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له الآية الأسماء الأربعة المتقابلة نعم قال كان الله كان الله يعني الله ليس له بداية وأما المخلوقات فإن لها بداية نعم كان الله كان الله قال كان الله وطر كل شيء وكان عرشه على الماء قبل كل شيء لأنه هو الأول ليس قبله شيء سبحانه وتعالى نعم وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء هذا فيه دليل على أن العرش هو أول المخلوقات العرش هو أعلى المخلوقات وهو أولها ليس قبل العرش شيء من المخلوقات نعم وعلى الماء هو البحر الذي فوق السماوات فما جاء بالحديث فوق السماوات بحر ما بين أعلاه وأسفله مئة عام خمسمائة عام وفوق البحر هذا عرش الرحمن فما قال تعالى وكان عرشه على الماء نعم نعم هذا فيه أن كل شيء يحدث من أول الخلق إلى آخر أنه مقدر ومكتوب للوح المحفو فهذا فيه إثبات القضى والقدر وإثبات الكتابة للوح المحفو نعم 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 مع الرسول صلى الله عليه وسلم لأن لأن ناقته انحل عقالها فلما أخبر فرج بي طلبها ولم يدرك آخر الحديث نعم نعم وعن حم وعن ليسك محمد قفن وعن ليسك محمد وعن السنة فيه وعن بالهاد في هدو uses وبعد كتابة للحصول حقان وعن حقان موسيقى موسيقى نعم وهذا الحديث أيضا في تفسير قوله تعالى وما قدر الله حق قدره هذا الأعراض حصل لأنه إساءة لحق الله جل وعلا فهو ما قدر الله حق قدره وذلك لأنه لم يعرف الله عز وجل سبب جهله لسبب جهله والجهل آفه هذا فيه الحس على معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأكعاله حتى يقدره حق قدره فإذا لم يعرف الله فإنه حري أن لا يقدر الله حق قدره جاء الأعراضي والأعراضي هو الذي يسكن البادية العراضي هو الذي يسكن البادية والحضري هو الذي يسكن الحاضرة والغالب على الأعراض والغالب على الأعراض الجفى والجهل الأعراض أسد فهرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا خدود ما أنزل الله على رسوله ولهذا ينهى عن التعرف والبقاة البادية ويحس على الذهاب إلى الحواضر والتعلم العلم ولا يبقى الإنسان أعرابيا وبدويا كل حياته فإنما يتفقى في دين الله حز وجل فيأتي ويتعلم فهذا الأعراضي جاء وطلبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي وهذا لا غضر عنه هذا طيب كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أجدبوا طلبوا من الرسول الله عليه وسلم أن يستسقي له وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل للناس من تأخر المطر ومن الفقر والباقة والجد وكل هذا لا بأس به كل هذا لا بأس به أن تذكر حاجة العباد إلى الغيث وما أصابه حتى يكون هذا حافزا على طلب السقية من الله جل وعلا لكنه قال فإننا نستشفع بك إلى الله هذا أيضا لا هبار عليه أنهم يطلبون الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم طلب الشفاعة من الرسول أو من غيره إذا كان حيا حاضرا لا بأس لكن طلب الشفاعة بعد الموت من الميت هذا هو الممنوع والشفاعة معناها الدعاء معناها الدعاء الذي فإذا دعوت لأخيك فقد شفعت له والصلاة المسلمين على الميت شفاعة له الشفاعة الشفاعة معناها الدعاء فإذا دعوت لغيرك فقد شفعت له عند الله سبحانه وانتعلم وهذا إنما يطلب من الأحياء القادرين على الدعاء نستشفع بك إلى الله يعني بدعائك ونستشفع بالله عليك هذه هي المصيبة نستشفع بالله عليك هذه التي أنكرها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه جعل الله شبيعا عند الرسول وجعل الخالق شافعا عند المخلوق وهذا تنقص لله عز وجل ولم يقدو لله حق قدره هذا وجه اعتراض الرسول أو إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم عنه لأنه تنقص الله فاستشفع به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم استشفع بالخالق إلى المخلوق الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرضى بهذا بل أنكره هذا فيه انكار المنكر وفيه التغليط على من أساء في حق الله سبحانه وتعالى ولا يقال هذا جاهل بل يغلق علشان يرتدع يرتدع غيره فمن أساء في حق الله فإنه ينكر عليه ويشدد عليه ولا يقال هذا جاهل يجب أنه يعرف أنه أخطى في حق الله سبحانه وتعالى فيتوب ويقدر الله حق قدره الرسول اشتد عليه وسبح الله يعني لزه الله عما قاله هذا الأعراب وكرر التسبيح تنزيها لله عما قاله هذا الأعراب فما زال يسبح حتى رأى الصحابة رأى الله عنهم في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم التأثر من شدة ما قاله هذا الأعراب حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم بين للأعراب بعد ما أنكر عليه وبعد ما نزه الله عن هذا التنقص علم الأعراب هذا فيه تعليم الجاهل علمه قال أتدري ما الله شأن الله أعظم من ذلك ثم بيّن له عظمة الله جل وعلا وأن هذه المخلوقات العظيمة الهائلة السماوات والأرض كلها تحت العرش العرش هو أعظمها وأكبرها والله جل وعلا فوق عرشه فوق عرشه وهذا العرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات وهو أعظم المخلوقات أيضا له تأثر من من السوال الله عليه حتى إن له أطيط يعني صوت كأطيط الرحلي بالراكة هذا الدليل على عظمة الله سبحانه وتعالى هذا العرش العظيم الذي فوق السماوات ومحيط بها وشامل لها كلها وهي بالنسبة إليه الكرسي وسع السماوات والأرض الكرسي وسع السماوات والأرض والكرسي في العرش مثل الحلقة في أرض الفلاس فهذا دليل على عظمة هذا العرش والله أعظم من ذلك جل وعلا العرش مع عظمته يحصل له هذا التأثر من استواء الله عليه فكيف من هذا شأنه وهذه عظمته سبحانه يستشفع به على مخلوق من خلقه لا وعن أبيه رياض رضي الله عنه قال رسول الله أعدي الحديث هذا لا بأس به ذكر أحوال الناس لا بأس به نعم هذا أيضا لا بأس به وهذا سنة الاستسقى عند الجج سنة طلب السقياء والدعى من الصالحين هذا كله لا بأس به نعم إننا نستشفع بك على الله هذا أيضا لا بأس به أن الرسول يسبع عند الله جل وعلا ويدعوه للمسلمين لأن الدعاء شفاعة هذا لا بأس به نعم فإن وبالله عليك هذه محط قال إن كان نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحكا وإحكا هذه كلمة ثلاث كلمة ثلاث دعاء نعم أتدري ما تقول وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري ما تقول أي هل تعرف معنى ما قلته في حق الله سبحانه وتعالى وكيف أنك أسأت في حق الله فنقصته نعم هذا فيه التسبيح عند إنكار المنكر التسبيح والتكبير هذا عندما ترى شيئا منكرا تسبح وتكبر وكذلك إذا رأيت شيئا يعجبك فإنك تكبر كبر الله عز وجل نعم وكيف أنك أسأت وكيف أنك أسأت تأثر لتأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر عظيم والكلمة وخيمة وهذا فيه أن بعض الكلمات تكون وخيمة فالإنسان يحقب لسانه وفيه أن الإنسان لا يتكلم في حق الله جل وعلا إلا عن علم ومعرفة ولا يقول على الله بلا علم لا يقول على الله وفي الله جل وعلا بغير علم نعم ثم قال ويحك مرة ذانية قال ويحك مرة ذانية هذا دليل على عظم الأمر نعم إنه لا تشعر الله على أحد من خلقه نعم أهل وجل لأن الشافع يكون أنقص درجة من المشفوع عنده فإذا استشفع بالله إلى أحد من خلقه جعل الله أنقص من المخلوق تعالى الله عن ذلك نعم جعل الله يا رب من ذلك نعم وإن عجل فتذين الله نعم كرر هذه الكلمة بباب الزجر له نعم إن عرشه لما سماوة إلى ثلاث نعم وأشار بيديه كالقبة لأن العرش هو سقف المخلوقات إذا كان هو سقف المخلوقات هذا الدليل على عظمته مخلوقات على سعتها وامتدادها من السماوات والأرض وما بينهما وكله سقفه العرش هذا عرش عظيم نعم وطعا يا أفرمين لذلك عليك يعني إن العرش مقبل العرش هذا إشارة إلى أن العرش على شكل خبه على المخلوقات خبه فوق المخلوقات نعم وإنه لا يكون من يضيط رمض مضرع صوت الأضيط صوت الرحل والقطع إذا صار حمل عنه شيء ثقيل صار له صوت فإذا كان العرش على عظمته وقوته وصلابته يصيبه هذا التأثر من عظمة الله عز وجل فكيف بغيره من المخلوقات نعم هذا الذي إثبات استواء الله على عرشه وفيه أن العرش هو أعظم المخلوقات وفيه أنه لا يستغاث بالله على أحد المنهر وإنما العبس أنه يستغاث بالمخلوق إلى الخالق بمعنى طلب الشفاعة من المخلوق عند الله وذلك بدعاء الله سبحانه وتعالى للمحتاج والدعاء للمحتاج هذه الشفاعة نوع من الشفاعة نعم 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 المخلوق كذب الله جل وعلا وصف الله بالكذب كيف ذلك الله جل وعلا أخبر أنه يبعث الخلق يوم القيام يبعث الأمواف يبعث من في القبور أخبر بذلك كثير من الخلق أنكروا البعث وقال الميت ما يمكن أنه ميت صار تراد صار تراد رميل ما يمكن أنه يعود للحياة مرة ثانية ما قدروا الله حق قدره ما عرفوا أن الله على كل شيء خبيل وصفوا قدرة الله للعجل عن إحياء الأمواف هذا تكليف لله عزيزي مع أن الله ذكر الأدلة والبراهيم على البحر ذكر أنه يحيي الأرض بعد موتنا وانتم تشاهدون الأرض ميت ما فيها شيء قاحلة فينزل عليها المطر ما تدرون بعد أيام الله وهي مهتزة وخضرة وبهيجة من الذي أحياها من الذي أحياها منين جاه البذر منين نبث من الذي من الذي أنبثه هذا هذا الله جل وعلا الذي قدر على أحياء الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الأموات يوم القيامة كما يقل الأرض بعد موتها أيضا الذي خلقهم أول مرة وهم من عدم معدومون أو جدهم من عدم أليس قادرا على أن يعيدهم الإعادة في نظر العقول أهوى من البداية وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهوى عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فالذي قدر على البداء من لا شيء قد خلقتك من قبل ولم تكن سيئا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا منكورا فالذي قدر على البداء قادر على الإعادة من باب أولاء وضرب لنا مثلا ونسي خلقا يعني خلقه أول مرة قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم من وتوق ثالثا خلق السماوات والأرض من الذي خلق السماوات والأرض أليس هو الله هو الله جل وعلا هل السماوات والأرض أعظم أم الإنسان السماوات والأرض أعظم فالذي قدر على خلق ما هو أعظم قادر على خلق ما هو دون ذلك من باب أولى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس هذه براهيم عقلية على البعض ومع هذا يأتي إذن آدم يكذب يقول أفدن ما في البعض يكذب الله جل وعلا وما كان له أن يكذب الله سبحانه وتعالى وأما شكم شتم الله نالك بأنه نسب له الولد نسب الولد لله عز وجل والله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يقل له أفدن ونحت لأن الولد يسبه الوالد والله لا شبه له الولد جزء من الوالد والله جل وعلا لا يكون له جزء مخلوق تعالى الله عن ذلك وجعلوا له من عباده جزءا يعني ولدا لأن الولد جزء من الوالد فيكون الولد إلها مع الله لأنه جزء منه والله جل وعلا ليس له شريك ليس له شريك فلو كان له ولد لصار له شريك لأن الولد جزء من الوالد فيقول شريكا لله عز وجل تعالى الله عن ذلك نعم وَأَمَّا تَتْمُوا إِيَّا يَنَا قَوْلُهُ اِنْتَقَلَ اللَّهُ وَلَدَاهُ وَعَلَى النَّصَارَةُ النصارى قالوا وَالْمَسِيحِ ابْنُ اللَّهُ وَالْيَهُوْدِ قَالُوا عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لِمُشْرِكِ الْعَرَبِ بَعْضُهُمْ بعضهم يقول الملائكة بنات الله لأن الله تزوج من الجن يقولون جعلوا بينه وبين الجنة نسبة يقولون تزوج من الجن فزوجته من الجن أنجبت له الملائكة بنات بعد ما هم بعيها البنات انسبون البنات إلى الله وهم لا يريدون البنات لأنفسهم انسبون البنات إلى الله وهم يقرهون البنات يجعلون لله ما يفرهون وتصف أنسنتهم الكذب أن لهم خسنة تعالى الله عما يقولون نعم صديري ويجمعيني عبادهم رمو الله عنهم وعما يجبون إياه وقروني ولد وشفاءه لأن ألتقل صاحبة أو ولد صاحبة يعني الزوجة صاحبة يعني الزوجة لأن الولد لا يكون لهم صاحبة والله ليس له صاحبة أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة يعني ليس له زوجة تعالى الله عن ذلك نعم ولكما عن نبيه ويقرر الله عن رطاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤمنه بمعادة ويجب التهر وعند الله بيجن أرض وقلب يمتينه النماء كذلك ابن آدم يسهب الله كيف يسهب الله يسهب الدهر إذا أصابه شيء أخذ يلوم الدهر واليوم والساعة والسنة ويسهب الدهر والدهر ما بده شيء دهر زمان خلقه الله جل وعلا ظرف من الظروف ظرف زمان الذي أوجد هذه العقوبات أو هذه المكاره هو الله جل وعلا فكان سبه للدهر سبا لله لأن الله هو الذي يقدر هذه المصائف وهذه المكاره التي تقع على العباد ومعنى قوله أنا الدهر ليس معناه أن الدهر من أسماء الله ولكن فالسرح يا أخي الحديث قال يدي الأمر أقلب الليل والنهار هذا معنى قوله أنا الدهر هذا تفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل هذا حديث خدسي نعم أكمل الحديث قال الله تعالى لا يطيني وعلا بيشرف الظهر وعلى الله بيد الأمر بيد الأمر هذا تفسير لقوله وعلى الله لا أحد منكم يقول لأن بعض الشباب وبعض اللي يستعجلون في الأمور يقول أنه وجدت من أسماء الله الدهر هذا الحديث يقولوا أنا الدهر يقولوا يا أخي أكمل الحديث أكمل الحديث وخلص ما معنى أنا الدهر يدي الأمر وقليوا الليلة والنهار نعم يكفي بات الله نعم 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 أو هو بعده أو لاني عند أبي العلم همذان والحق أن العرش كان قبله لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان إشارة إلى حديث الذي سفته لكم وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير سوق زمان كتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير سوق زمان يعني أن الله أول ما خلق القلم قال له فليس المراجد الحديد إن القلم هو المخلوق وإنما المراجد أن الله أمر القلم بالكتابة أول ما خلقه من غير فصل نعم الذي ما يستطيع الإجتهاد يفتي بالتقنية إذا كان ما يستطيع الإجتهاد ما نحن هذا اليوم تتوفر به أهلية الإجتهاد ما نعلم ما خلقه اليوم تتوفر به أهلية الإجتهاد لكن طالب العلم إذا كان عنده معرفة بالأدلة يعرض عليها أقوال القفهة ويأخذ ما ترجه يعمل ويفتي به ما ترجه لديه بالدليل أما إذا كان ما يعرف الأدلة وإنما يعرف كلام أهل العلم ولا يعرف الأدلة ولا يعرف الراجح والمرجوح هذا لا يحيل هذا يحيل السائل إلى من هو أعلم منه إلا في حالة الضرور إذا كان ما فيه المكان ما في علماء والمسألة مستعجلة ما تقبل التأخير هو يقول له أنا قرأت بكلام أهل العلم كذا وكذا ويعطيها أنه قرأ موقف يعني حل موقف نعم هذا عمل أهل الأهوى لستدلوهم بالخلاف على ما يريدون هذا أهل أهوى الواجب العمل بما قام عليه الدليل ومن لم يعرف الدليل يتوقف لا يتكلم بغير علم نعم لا يتكلم بوجه الله عليك سبحانه وتعالى لا يتكلم بوجه الله عليك يعني ما نهل يستشفع بوجه الله عليك وإن كان قصده السؤال بوجه الله فهو لا يتكلم بوجه الله لا يتكلم بوجه الله إلا الجنة كما من حقه وجه الله عظيم سبحانه وتعالى لا يتكلم بوجه الله عليك ما تدعى الصفة الوجه من صفات الله الزاتية والصفة ما تدعى وإنما يدعى الموصوف وإنما يدعى الموصوف سبحانه ويتوسل إليه بالصفة برحمتك أستغير من عذابك أستغير نعم يا أرحم الراحمين ارحمني يا غفور يدعى الموصوف ويتوسل إليه بالصفة أما أن تقول يا مقدرة الله يا رحمة الله يا وجه الله ألا ما يدعى نعم يعني في العمل ورفعنا بالة فوق بعض الدرجات يعني في الغنى بعضهم فقير وبعضهم غني ليتخذ بعضهم بعضا سخرية يعني أن التاجر يستاجر الفقير ويدفع له الأجرة يسخره في العمل ففيه مصلحة للتاجر في قلائي حاجته ومصلحة للفقير في أخذ الأجرة ولو كان الناس كلهم أغنية تعقلت الأعمال لو كان كلها للطائف أغنية مليونير أو ما يشسمونه كلهم أغنية من يبي يغني من يبي يزرع من يبي يخيط فيها بالناس من يبي الله حكيم عليم سبحانه وتعالى فهو جعل بعض الناس فقراء ومحتاجين من أجل أن يقوموا بالعمل ويعطون الأجرة انتفعون هم ينتفعون وغيرهم ينتفعون ولو جعل الله الناس كلهم فقراء ما معهم أموان ما استطاعهم يتفرق الله حكيم عليم جعل غنى وفقر معادلة في هذا الكون لو أن الناس كلهم أغنية ما تعطلت العمال لو كلهم فقراء تعطلت الأعمال منين تستاجر منين تتصدق منين تأكل الله جل وعلا جعل الغنى والفقر لشكمة واضحة الشكمة واضحة واضحة نعم أحسن الله وليكم 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 أسمعوا في الأذن البرينات من الثنين والآخر أجمناك حبيثة الميالة رح للطبيب يعالجك إن شاء الله يروح لا أبدا هذا هذا شيء في الأذن قال لنهي الأذن يروح للطبيب ويعالجك إن شاء الله نعم شكرا 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 أخطأت في هذا نعم لو أنك بيانت للناس جغل مثلهم أنا ترى يبا أكثر الصلاة لأنني سافر فأتموا إلى سلم وما هو أتمه صاروا الناس على بطيرة ولا يشوشون أما أنك صليتهم وهم ما يدرون أنك مسافر يحسنون ثبتتهم ولما سلمت ظنهم نفسهون صاروا يسبحون ثم قلت لهم بعد ذلك أنا مسافر أتموا هذا غلط نعم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأهل مكة في حجة الوداع نعم لحجة الوداع لما صلى صلى الله عليه وسلم الفجر المسجد الحرام قبل أن يطوه للوداع قال يا أهل مكة إنا قوم سفر فأتموا لأنه سيكون بيّن لهم صلى الله عليه وسلم فيكونوا على بيّنة على بصيرة نعم يقول لأهل مكة في حجة الوداع يقول لأهل مكة في حجة الوداع لما صلى بهم في المسجد الحرام قال لأهل مكة في حجة الوداع ومن الفجر أن تفصل المسجد الحرام قال لأن الفجر بالوداع ثمم هناك حجة الوداع وإلى الله وعلى الله وحجة الوداع ومن يحسر كل مرض المسجد وختمه من منفذها إلى مدينة في مفارة رجل بالأagn عند أكثر وقت تجريت إذا كانت مضضرة للسبب لا تسافر للعلاج إذا احتاج ولا تخرج المستشفى هذا حاجة ضرورة نعم هذا منكر هذا منكر عظيم يجب عليكم أن تذكر عليهم تلزمهم إن كان الولي عليهم تلزمهم لبس الثياب وإن كان لهم ولي غيرك تعلم الولي يلزمه ولا يجوز له اللبس البناطيل البناطيل ما ليست من لباس النساء لأنها تفضح المرأة تفضح جسم المرأة وتبين أعضاءها ويفتنه ولو كان عند النساء لا يجوز لأن النساء أيضا يفتتننا وأيضا يقتدين بهذا العمل فلا يجوز هذا أليس بالإنكار عليهم وإلزامهم بالثياب نعم 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 لا يجوز التصوير بأي وسيلة لا يجوز لا بالكاميرا ولا بالرسم باليد ولا بالنحت التصوير حرام لعمم النهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير عموما ولم يخصص نوعا منه بل نهى عن التصوير عموما دون نظر إلى الوسيلة التي يعملوا بها التصوير نعم 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 سائل نعم 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 إنها أخطى من مسألة أولا اكتناعه الكلب لا يجوز إلا لما رخص به الرسول صلى الله عليه وسلم إما لحراسة الزرع أو لحراسة الماشية أو للصيد وأما ما عدا ذلك فلا يجوز الإنسان يقتل الكلب في بيته لا تبقوا للملائكة بيتاً فيه كلب ولا أصوراً وينقص من أجه كل يوم قراء فلا يجوز إنه يقتل الكلب هذه واحدة الثانية أنه قتله وعذبه بالتعذيب قتله بالتعذيب وهذا لا يجوز لا يجوز تعذيب الحيوانات في هذه الطريقة لو قتله قتلاً مجهزاً يريحه إذا كانوا ما يتخلصوا منه إلا بالقتل أما إذا كانوا تخلصوا منه بالطرد يطردوا يطردوا ولا يقتل لكن إذا كان ما يتخلصوا منه إلا بالقتل وهو مؤذي ما يقتله دفعاً لأعذاه بأسهل طريقة تريحه نعم صحيح 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 موسيقى